أمل الحينوي تحييكم عبر شاشة القاهرة الإخبارية وحلقة جديدة من برنامجكم عن كرب أهلا بكم يواجه العالم اليوم تحديا غير مسبوق وهو ظاهرة التغيرات المناخية وهو الأمر الذي استدعى تكاتف عالمي لاستدراك هذه الظاهرة خاصة لعواقبها الوخيمة على دول العالم على السواء خاصة النمية منها فالعالم أمام مخاطر حقيقية وهو ما يجعلنا نضق نقوص الخطر ونبذر الجهود اللازمة لوقف المزيد من التظاهر المتسارع في البيئة وضيفنا اليوم من العاصمة الأردنية عمان هو الدكتور معاوية خالد رديدة وزير البيئة الأردني أهلا ومرحبا بكم على شاشة القاهرة الإخبارية أهلا وسهلا بك أختي أمل وبقناتكم الموقرة وبرنامجكم الكريم وشرفت الأردن أهلا بكم بداية لو نتحدث عن مدى ما وصلت إلي قضية التغيرات المناخية من حيث الخطورة والتأثير على الدول العربية قضية التغير المناخية هي قضية عالمية وتؤثر على العالم أجمع لكن في منطقتنا حدة هذا التأثير نلاحظها بشكل أكبر والعلماء أجمع على أن منطقتنا ستعاني من تبعات تغير المناخ بشكل كبير بالنسبة للدول العربية وللأردن أهم التبعات هي قلة الهطول المائي الأثر المائي أو تأثير تغير المناخ على المنحة المياه سيكون بشكل كبير ولاحظنا على مدى السنوات الماضية تنخفض حصة الفرد في الوطن العربي من المصادر المائية بشكل ملحوظ في الأردن انخفضت بشكل كبير منذ السبعينات إلى الآن ووصلت إلى منسمة عشرين بالمئة من ما كانت عليه في بداية السبعينيات وذلك بسبب التغير المناخي وزيادة عدد السكان وموجات اللجوء التي شاهدها الأردن مؤخرا ارتفاع درج الحرارة قلة الهطول المائي وتبعات ذلك على المناحي الاقتصادية والزراعية ونوعية الحياة للمواطنين الذين يعيشون في هذه المناطب تعاني المملكة الهاشمية من مشكلة جفاف السدود ما هو حجم الخسائر نتيجة هذا الجفاف وما هي الحلول برأيكم كما قلت قبطة لي اللي هو قلة الهطول المطري طبعا تؤدي إلى قلة التخزين في السدود حاليا نسبة منخفضة جدا من السعة الكلية للسدود كنسبة مياه تم تخزينها في هذا الموسم نتطلع إن شاء الله أن يكون الموسم المطري أفضل من الأعوام الماضية لكن بنفس الوقت قلة الهطول المطري قلة التخزين في السدود تعني قلة مصادر المياه للشرب والزراع منح الأمن الغذائي مهم جدا ويرتبط ارتباط وثيق بالهطول المطري ووفرة المياه فلذلك في الأردن نعمل على تطوير أو تقليل الفاقد المائي على سبيل المثال للتعامل مع هذه التحديات الناقل الوطني مشروع كبير أردني سيساهم في سد الفجوة في توفير المياه للشرب وأيضا نتوجه إلى الزراعة الذكية لتقليل البصم المائية للزراعة فنتعامل مع هذا التحدي الكبير سواء في الأردن أو في المنطقة لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين سوية المعيشة لكن هو حقيقة زي ما قلنا قبل قليل تحدي كبير ويجب تضافر الجهود لمواجهته لمواجهة هذا التحدي هل يوجد لديكم مشروع نفذته الأردن للتغلب على هذه المشكلة؟ بالإضافة إلى مشروع الناقل الوطني والذي سيوفر تقريبا 300 مليون متر مكعب في السنة هناك مشاريع أخرى لها علاقة بالحصاد المائي لتجميع أكبر قدر ممكن من المياه أو الحطول المطري للاستفادة منها خلال الموسم الزراعي أيضا هناك إجراءات تقوم فيها الحكومة الأردنية ووزارة المياه مشكورة لتقليل الفاقد في شبكات المياه فهناك عدة مشاريع لها علاقة في المياه في الزراعة أيضا في الصناعة للتعامل مع الكميات المياه اللازمة للصناعة لإغلاق دورة المياه ما يسمى في الإجراءات الصناعية لتقليل الاحتياجات المائية ففي عدة قطاعات تقوم أجهات المختصة بإجراءات لمواجهة هذا التحدي هذه المشروعات برأيك هل بدأت تؤتي الثمارها؟ المشروع الناقل الوطني في طور العطاء الآن طرح العطاء فإن شاء الله سيؤتي ثماره لكن بعد سنوات مشاريع الحصاد المائي اللي قامت فيها الحكومة بالتشارك ما بين وزارات المياه والزراعة والبيئة نعم تعطي ثمارها تقليل الفاقد المائي قامت وزارة المياه بإجراءات لتقليل الفاقد المائي وتوفير كميات أكبر من المياه الزراعة الذكية الصديقة للبيئة تعطي ثمارها لأنها تستهلك كمية أقل بكثير من المياه والطاقة وتزيد الإنتاج الغذائي فنعم هذه المشروعات تتم بالتواتر بمراحل مختلفة وكلها هدفها هي مواجهة هذا التحدي الكبير الذي يواجهه العالم والمنطقة شاركتم في قمة المناخ بشارم الشيخ كوب 27 برأيك كيف ترى ألية تنفيذ تعهدات الدول الكبرى بتمويل قضية التغيرات المناخية بداية لازم نذكر ونشكر جمهورية مصر العربية الشقيقة لاستضافة النسخة السابعة والعشرين من قمة المناخ كانت قمة طبعا تنظيم مثل هذا الحدث العالمي هو تحدي كبير وقامت مصر بامتياز باستضافة هذا المؤتمر وحضر هذا المؤتمر على رأس الوفد الأردني جلالة الملك وسموه ولي العهد ودولة رئيس الوزراء وبحضور وزاري غير مسبوق لحضور هذا المؤتمر من المملكة الأردنية الهاشمية المؤتمر الذي عقد في شرم الشيخ بنسخته السابعة والعشرين كان في بالغ الأهمية بسبب توقيته وبسبب الوعود السابقة التي تمت في المؤتمرات السابقة وتراكمت ووصلت إلى مؤتمر شرم الشيخ وأهمها هو التمويل فكان هناك تعهدات بالتمويل وسمي مؤتمر شرم الشيخ بمؤتمر التنفيذ أي هذه الوعود والتعهدات أن تترجم إلى واقع وأيضا قصة النجاح كانت بصندوق الخسار والأضرار الذي لأول مرة تم الموافقة عليه والآن هناك آلية لما بعد القمة السابعة والعشرين وبتوجهنا إلى الثامنة والعشرين في الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بتفعيل هذا الصندوق بالإضافة إلى المحاور التي كانت هي المحاور الرئيسية لكوب 27 من حيث التخفيف والتكيف والتمويل والتعاون الإقليمي والدولي جلالة الملك عبدالله الثاني تحدث أمام قيمة شرم الشيخ للمناخ عن ضرورة الربط بين التغير المناخي وأيضا تأثيره على اللاجئين وعلى البلاد النمية هل هناك نية برأيك لعقد مشاريع عربية مشتركة سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة؟ جلالة الملك في كلمته في مؤتمر شرم الشيخ أطلق مبادرة مترابطة اللاجئين والمناخ هذه المبادرة مهمة جدا هي ليست مبادرة للأردن لكنها مبادرة عالمية وللأردن خصوصية فيها التدفقات اللاجئين التي شهدها لأردن على سبيل المثال وبزيادة عدد سكان ما يقارب الـ 20% 15-20% خلال 10 سنوات فقط هي زيادة كبيرة جدا تضع ضغوط على مواردنا الطبيعية وبنيتنا التحتية وأيضا لها أبعاد أخرى فكان لابد من وضع العالم بصورة هذه المترابطة ما بين المناخ واللاجئين لإعطاء الأولوية للدول كالأردن من ناحية الدعم الفني والمالي هذا أيضا يتطلب تضافر الجهود لمواجهة تحدي التغيير المناخي بالإضافة إلى تحديات موجات اللجوء وغيرها للخروج بمشروعات إقليمية وعربية لخلق نوع من التوازن في مجالات الطاقة والمياه والغذاء قضية التمويل لمواجهة التغيرات المناخية من أكثر التحديات التي تواجه دول العالم كيف يمكن التغلب على هذه التحديات برأيك؟ مواجهة تحديات تغير المناخي من ناحية التكنولوجيا والإجراءات والمشاريع الجميع لا اطلاع عليها سواء كانت في مناحي التخفيف أو التكيف أو غيرها من ناحية الطاقة ومياه وزراعة والنقل الآمن والنظيف والصديق للبيئة لكن بدون التمويل من الصعب جدا أن تترجم هذه الخطط والمشاريع إلى واقع في مؤتمر غلاسكو بالنسخة السادسة والعشرين كان هناك تعهد من الدول بتمويل المئة مليار يجب ترجمة هذه التعهدات إلى التزامات كذلك يدور حديث بدور القطاع الخاص دور مهم جدا للقطاع الخاص لتوفير التمويل ودعم ومساندة مواجهة تحديات تغير المناخي الأهم شيء في موضوع التمويل هو أن يكون التزام وليس تعهدات فقط أن تترجم هذه التعهدات إلى التزامات على أرض الواقع لتمويل مشاريع الحقيقية لمواجهة تحديات تغير المناخي فهذا أهم شيء أن لا نتعهد فقط لكن أن نلتزم بالتمويل والمؤتمر القادم سيكون له دور كبير في ترجمة وتحويل هذه التعهدات إلى التزامات ما هي السياسات المثلة للتكايف مع قضية التغيرات المناخية؟ في الأردن وفي عدة دول تقدم الدول ما يسمى بالمساهمات المحددة وطنيا هنا تقدم الدول تطلعاتها وتعهداتها بتقليل الانبعاثات للغازات الدفئة هذه التعهدات من خلال هذه الخطط التي هي عبارة عن حزمة مشاريع أحد مناحي التزام الدول بتخفيض أو مواجهة تحدي تغير المناخي أيضا في الأردن وضعنا الخطة التنفيذية للاقتصاد الأخضر وكذلك وضعنا الاستراتيجية استراتيجية التغير المناخي لعام 2050 جميع هذه الخطط تتوائم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تم إطلاقها مؤخرا في الأردن هذه عبارة عن استراتيجيات ومشاريع لا بد من تطبيقها للوصول إلى التقليل من البصمة الكربونية لأي دولة وفي الأردن نحن عملنا مع المجتمع الدولي اللي وضع هذه الأطر والخطط والآن نتطلع إلى ترجمتها إلى الأرض الواقع دولة الإمارات الشقيقة تستضيف كوب 28 خلال العام الجاري حدثنا عن أبرز الملفات التي تناقشها المملكة خلال فعاليات هذا المؤتمر العالمي كان هناك فرصة متميزة لمنطقتنا باستضافة جمهورية مصر العربية الشقيقة للنسخة السابعة والعشرين للكوب والآن في نفس المنطقة تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لكوب 28 فهذه فرصة للدول المنطقة لتسليط الضوء على تحديات تعيير المناخ التي تواجهها الدول والمنطقة بشكل عام المؤتمر القادم في شهر 11 ويمتد إلى بداية شهر 12 في دبي في موقع الأكسبو في دولة الإمارات العربية المتحدة وبرئاسة الدكتور سلطان الجابر ستكون فرصة متميزة للدول العربية وللأردن لمرة أخرى وضع التطلعات التحديات والتطلعات للوصول إلى حلول على مستوى الدولة وعلى مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم في المؤتمر القادم سيكون هناك تركيز على المحاور التي تم التركيز عليها من قبل من التكيف والتخفيف وأيضا وضع الخسائر والأضرار والصندوق الخسائر والأضرار وترجمته إلى أرض الواقع هذا شيء مهم جدا لكن بنفس الوقت هناك محاور أخرى ممكن إضافتها إلى هذا المؤتمر بموضوع التطوير الحضري دور المدن موضوع النقل وأهم شيء أيضا موضوع الطاقة والفرص تعاون المحلية والإقليمية والدولية في هذا المجال العالم يواجه تحديات في مجال الطاقة يعني زي ما بتعرف بعد الأزمة الأوكرانية الروسية صار حتى في أوروبا تتطلع إلى هذه المنطقة لوضع الحلول لأزمة الطاقة خارج حدود هذه الدول وسيكون لمنطقتنا دور كبير في وضع هذه الحلول وماذا عن خطة النمو الأخضر بالمملكة؟ خطة النمو الأخضر عنا في ست محاور في مجال المياه والنقل والزراعة والسياحة وأيضا المياه والطاقة المياه والطاقة يمكن أهم ملفين النقل ملف مهم جدا كيف نصل إلى مرحلة من الأمن المائي والأمن الغذائي وأيضا أمن الطاقة الأردن لديه فرصة كبيرة الأردن موجود في الحزام الشمسي وهذا الحزام الشمسي الحمد لله ربنا حبانا بطاقة شمسية ممكن ترجمتها إلى وضع الأردن في وضع أن يكون مصدر للطاقة النظيفة هذا ممكن ترجمته إلى مشاريع حقيقية بالتعاون مع دول منطقة أو مع دول أوروبا وغيرها ويمكن أن يساهم في خلق فرص توليد الطاقة في مجالات أخرى أيضا العالم الآن يتجه للطاقة النظيفة والمتقددة منها تكنولوجيا الهيدروجين الأغدر برأيك أين يقف العالم من هذه التكنولوجيا وخاصة العالم العربي؟ يمكن أن لاحظنا خلال العام الماضي أو العامين الماضيات زخم كبير لموضوع الهيدروجين وأهميته الآن في الأمن الطاقة في العالم من ناحية القدرة على تصدير الطاقة على شكل الهيدروجين هناك العديد من الدراسات العديد من الاتفاقيات التي تم توقيعها والأردن أيضا كان جزء من هذه المنظومة العالمية في اتجاه إلى الطاقة النظيفة وطاقة الهيدروجين وبالذات الهيدروجين الأخضر هيدروجين الأخضر يعني الطاقة التي تلزم لتوليد الهيدروجين تكون من مصادر نظيفة والأردن زي ما حكيت قبل شوي الحمد لله لدينا الطاقة الشمسية وأيضا لدينا طاقة الرياح لهذا كان فيه اهتمام كبير بالأردن قبل الشركات العالمية وتم توقيع اتفاقية وأيضا فيه حوار مع شركاء آخرين بموضوع الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء الفرص موجودة والفرص كبيرة وهناك اهتمام عالمي باستيراد الهيدروجين الأخضر كمنظومة عربية ممكن أن يتم التعاون أيضا في هذه المشاريع مع شركاء استراتيجيين دوليين أيضا هل هناك تعاون أردني عربي في مشاريع إنتاج الطاقة النظيفة وخاصة الهيدروجين الأخضر كما قلنا قبل قليل أظن فيه فرص للتعاون في الأردن في دول زي دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة استثمرت في مجال الطاقة المتجددة هناك طبعا فرص للتعاون والاستثمار في مجال طاقة الهيدروجين في الأردن وأظن المستقبل يتجه في هذا الاتجاه والدول التي لديها الطاقة النظيفة والمتجددة لديها فرصة أكبر للدخول إلى أسواق الهيدروجين الأخضر تتعاونون مع أي من الدول العربية في إنتاج هذه الطاقة؟ للآن فيه طبعا حوارات وتطلعات لكن من المؤكد إن شاء الله رح يكون فيه توجه للتعاون مع الدول العربية في هذا المجال أظن مهم جدا أنه ننظر إحنا كمان إلى هذا الترابط بين الدول وكيف يمكن أن نترجمه لاستغلال الطاقة النظيفة والتوجه إلى أسواق الهيدروجين أيضاً ما الجديد في ملف إدارة النفايات لديكم؟ ملف إدارة النفايات في الأردن ملف يحظى باهتمام كبير هدفنا هو تحويل هذا التحدي إلى فرصة من خلال تفعيل الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير الآن نحن بصدد الدخول بإذن الله أو سمحنا لعديد من الشركات للدخول لهذا السوق أيضاً من المهم جداً أن يتم تحويل هذه المكبات للنفايات أو التقليل للضغط عليها وتحويل كميات كبيرة من هذه المواد إلى منشآت التحويل وعادة التدوير سواء من المصدر ونقلها وفي المنشآت لتحويلها إلى مواد أولية للصناعة أو إلى تصديرها لدول مجاورة فلدينا فرصة في الأردن لدينا نسبة من التدوير لكن نتطلع إلى رفعها بنسبة كبيرة جداً معالي الوزير في إطار رؤية الأردن للتحديث الاقتصادي ما هي الإجراءات التي اتخذتموها لخفض الانبعاثات الكربونية والصمود في مواجهة الصدمات رؤية التحديث الاقتصادي كانت نتاج حوار على مدى أشهر وشارك فيه المئات من الخبراء من الأردن ومن القطاع العام والقطاع الخاص فيه ثمان محاور في رؤية التحديث الاقتصادي محورين أو ثلاثة منهم يختصون في مجال البيئة فاستدامة البيئة وأيضاً نوعية الحياة بالإضافة إلى المناحي الأخرى أو المحاور الأخرى والتي لها علاقة بالبيئة والاقتصاد الأخضر يعني في ترابط ما بينها حزمة المشاريع التي تحدثنا عنها قبل قليل في مجالات المياه والطاقة والزراعة والنقل هي من ضمن هذه المحاور ورؤية التحديث الاقتصادي ستمتد لفترة والآن الحكومة قدمت الخطة التنفيذية لهذه الرؤية للسنوات القادمة وزارة البيئة هي جزء من المنظومة الحكومية التنفيذية لهذه الخطة وستقوم بالعمل مع الوزارات الأخرى المعنية بمحاور الخضراء أو البيئية فهناك تعاون ما بين الوزارات المختلفة والجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه الخطة لترجمتها إلى واقع وماذا عن الممارسات المستدامة والاستثمارات الخضراء في صميم النمو الاقتصادي للمملكة في المستقبل؟ نحن لا بد لو نظرنا إلى الوضع البيئي الآن في الأردن وهو وضع جيد لكن نطلع إلى الرقي فيه والتقدم بالذات مع الفرص الموجودة الآن سواء تمويلية أو من ناحية أبحاث وعلمية لتحويل المشاريع إلى حقيقة وإلى تحسين نوعية البيئة والتنوع الحيوي أيضا في الأردن لدينا منظومة من المحميات البيئية أيضا لها علاقة بالسياحة البيئية ونعمل على تطويرها لدينا مبادرات لإعادة التشجير ومبادرات لمراقبة نوعية الهواء وتحسين سوية العمل البيئي بشكل عام فجميعها يتعمل معا لتحسين الوضع البيئي في الأردن والنهوض بهذا المنحة وما هي مجالات التعاون الدولية في مجال حماية البيئة؟ هناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي شارك فيها الأردن ووقعها الأردن وتم تفعيل عديد منها ومن خلالها تم توفير التمويل لمشاريع ونتطلع إلى زيادة وثيرة هذا التعاون الدولي والعربي والإقليمي إن شاء الله كيف ترى؟ لها أهمية كبيرة لأنها تضع العمل البيئي في إطار وحسب طبعا في مناحي مختلفة في البيئة أي دولة يجب أن تطلع وتكون جزء من الحلول العالمية والحلول التي تختص في الدولة نفسها فلابد من الاشتباك والاشتراك مع هذه الاتفاقيات وأيضا أن يكون حضور للدولة يكون لها صوت في هذه الاتفاقيات وفي التوجه العام لها معالي الوزير وما هي أبرز التحديات البيئية في المنطقة؟ في عدة تحديات أول شيء طبعا التحدي التغير المناخي هو حقيقي ويواجه كما قلنا العالم ودول المنطقة على الأخص موضوع إدارة النفايات موضوع مهم ويجب تحويله إلى فرصة التحول إلى الزراعة الحديثة مهم جدا لتحقيق المنعة والأمن الغذائي ليس فقط داخل حدود كل دولة من الدول لكن خلق نوع من التكامل ما بين هذه الدول للوصول إلى الأمن الغذائي موضوع المياه وتبادل الخبرات مهم جدا استثمارات الطاقة في الدول التي لديها الفرصة بتوليد الطاقة النظيفة وتصديرها مهم جدا فهناك فرص عديدة للتعاون في مشاريع حقيقية على أرض الواقع لو تحدثنا أيضا عن الإجراءات العاقلة لمواجهة التغيرات المناخية وكيف ترى هذه الإجراءات؟ الإجراءات المواجهة التغير المناخي في إجراءات عاجلة زي ما تفضلت في متوسطة في طويلة المدى طويلة المدى مثلا لها علاقة بالمواجهة أو التكيف مع التغير المناخي مثلا لا بد أن يحدث بشكل سريع في تحديات التي تختص بالفيضانات أو الجفاف لا بد من التعامل معها بشكل عاجل تحديات طويلة المدى التي لها علاقة بتخفيض البصم الكربونية والتي هي مشاريع التخفيف ممكن تأخذ وقت زي التشجير بأخذ وقت لإكمال المشاريع ولنمو الأشجار والتي تكون لها تأثير حقيقي أيضا هناك أهمية لتشاركي ونشر الوعي في منحة التغير المناخي وتحدياته لكن إجراءات التكيف والتخفيف لها بعد آني وبنفس الوقت مدى طويل في نهاية هذا اللقاء الدكتور معاوية خالد الرديدة وزير البيئة الأردني شكرا جزيلا لكم العفويلة وشكرا لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة وإلى اللقاء